اشتركوا في القناة وهذا يعرفه الإنسان يقول هذا لا يحتاج إلى بلاغة ولا إلى فصاحة يحتاج الإنسان يتفقد حاله إذا غاب عنك قيام ليلة فتذكر ذنبك في النهار وإن وفقك الله لأن تقوم ليلة فقد أحب الله أن يراك واقفاً بين يديه والله إن خطواتك لماء وضوئك فيغسل الله بها بنوباً قد قلت ثم خطواتك إلى مقام صلاتك ثم يقوفك بين يدي ربك وأنت تقول بعد التكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطرت سماواتي والأرض حنيفة وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونصمي وما حياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا لذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم ما يفتح الله عليك تقرأ الفاتحة ثم تتوخى من آيات القرآن ما تتلوه فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده وما وما عليك لو أخذت وأعدت وبدأت قول الله جل وعلا في الشعراء وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ تُعِيدُهَا مَرَّةً مَرَّتَيْنِ ثَلَاثَةً والله هذه الآية تفضّر قلوباً قاسية لأن الإنسان يخشى من الخزي يوم القيامة وهذا الدعاء نسبه الله إلى من نسب الله له الملة إلى خليله إبراهيم فيقرأ الآية العبد الآية مرة بعد مرة وَلَا تُخْزِنِي يُوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَهِمْ فَأُمَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ لما تقرأ وَلَا تُخْزِنِي تَسْتَشْعِر أن الأمر كله بيده إن شاء رفعك وإن شاء أخزاك إن شاء قربك وإن شاء أبعدك إن شاء رحمك وإن شاء خذلك وأن أحداً لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفع وأن الأمر كله بيد الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر